ارتفعت أسعار بيع الوقود بالتجزئة في الصين إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2006 في حين ارتفعت أسعار الديازال إلى أعلى مستوى لها منذ عشر سنوات بعد صعود أسعار النفط العالمية في عقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وقالت لجنة الوطنية للتنمية وليصلاح أن أسعار التجزئة للبنزين سترتفع اعتبارا من يوم الجمعة بـ 750 نيوان للطن بينما ستزيد أسعار الديازال بـ 720 نيوان للطن وهي أكبر زيادة منذ اعتمادية التسعر الحالية في عام 2013